اشتركوا في القناة 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 إذا ملاحظ هنا إذا ملاحظ هنا الفيلة اللي هي أشهر قطعة إذا بدك بالنسبة لنا يعني الناس دايما بتعرفها تطلبها. أنا قطر الشيء وقطيب الشيء. مضبوط. هي قطرة قطعة. إذا تلاحظيها وين موجودة. إذا تلاحظيها وين موجودة موجودة بمطرح. ما في عضلات إذا بدك بين هللين مخباية القطعة اللي هي كمان إذا بدنا نروح نشوفها. هلأ منشوفها على قدامنا كيفية مقلفة. هي هون البارت السميك ومن هون إذا بدك الدنب مثل ما اللبناني منقللل الدنب تبع الفيلة بكعبة. هون بيجي عليها. أنا جيت. غيارت بطاريتي. هوني أنا راس الفيلة اللي هو هون. هلأ بقلب الفيلة مش دايما كمان هي بتكون لشاوة هي دايما غلط. منفتكر الفيلة كلها بتنشاوها. فيها تنشاوها بصرح. بارت منها رح يطلع عقاسة. اللي هي راس الفيلة اللي هو هون. دايما لازم نحن نشتري فيلي. هيدا كمان منيح لشاوة. هيدا اللي عم نقول لأ مش منيح لشاوة. هيدا اللي عم نقول لأ مش منيح لشاوة. هوني في كتير شلوش بقلبه بطلع كتير قاسة. أساسي نشتري فيلي. هلأ منشوف كيف حننظفها بالآخر. نشي لرس. هيدا فينا نستعملوا ليخنة. لاستشو لسرغنوف. لحيالله شي. لساندويتش. بس ما فينا ناخده نشوي كقطعة كاملة. هلأ هوني عنا الرب. الرب اللي هي اللي هي هون. اللي هي أكبر قطعة. خلينا نحط كفوف لنقدر نحملها. والفرجة قدي نسبة الفات اللي فيها. هوني إذا تلاحظي مطرح الرياش مفكوكين عنا. لكن نسبة الفات فيها. ها نسبة الفات اللي فيها. كتير. نسبة الفات اللي فيها هيدا نحنا منقشره. ومنستعملوا للطحن. هلأ رح نوصل على القطع طبع الطحن. وين بيكونوا موجودين وموجودين. ما فينا نخليون عليا اللي بيحب. تطلع كتير فاتي. وأصلاً هيدا كله بس ينشوها رح يدوب. لأن الرب إذا بينشوها صح. صح. هلأ اللي بينترك بقلب الرب هي الفات اللي بقلبة. إذا تلاحظي من هون. بقلبة فيه إذا بدك شي 50% فات بقلبة. عم نحكي 50% غير هيدا. هيدا كلها بتتنظف. تنحط مع القطع اللي هني طبع الطحن. قطع الطحن ببارت من العجل. ليه بيزيدولون. ليش سؤال كتير حلو لأنه إذا تلاحظي هون. هلأ رح نوصل للرامب الرامب قطع كمان كتير مهم من الناس. إذا بدك بيجهلوها شوي بالعجل. القطع طبع الطحن ما فيهن فات أبدا إذا عم نحكي عن الفخد. أوقت مناخد شقفة من الفخد من طحنة. مناخد شقفة من الفات طبع الانتركوت أو الرب من دخل عليها. ما فينا إذا بدك نعمل بيرجر من الراوند. اللي هي وجه الفخد لأنه بلا فات. تطلع كتير ناشفة. الآن فينا نعمل بيرجر من الشقفة اللي هو دائما نحكي عنه هي أحلى قطعة للطحن. الشقفة اللي هو الباط أحلى قطعة للطحن لأنه فيها تقريبا لحالة 50% لتوانتي برسنت فات. يعني فينا ناخد الشقفة نقصه ونطحن ونعمل منه بيرجر. هنا العكس أنه زيروا فات بقلب الفخد. أنا هنا ما جيد. منزيد من الانتركوت؟ منزيد من الانتركوت. إذا بدك من قلة زور هنا أكثر. زور. منقشرها بطلع كلها الفات ونستعملوا للطحن. هلأ في قطعتين بدنا نتحدث عنهم اللي هنه الرامب والآيراند. اللي هنه معنهم من القطعة للأسين. ولا تراية كتير يعني يعتبروا بين بين بين. الرامب هي بتجي بقلب الفخد. من هنا. ما نستعملها، شرادت، نستعمل فيها ستيو، ما نستعمل فيها دليل صميك زور. تصدر أسية. تقدم الاوصول على جيانة. تقضي تقطع. تنشرك، وتصدر طريق. حسنا الرامب حكينا عنها. أين رامب هي هي آيروند. هذه تتيع بقلب الفخد دليل. ما نعرفها لدينا في لبنان هي شهبائي. الشهبائي؟ الشهبية كمان كوكينغ تكنيك تبعها غير كليا عن الباقيين عم نحكي هون سلو كوكينغ شو فينا نعمل بالشهبية؟ هاي بدأت تنعمل بتتربط بنعمل المارينيشن رفتو مزبوط تنعمل سيرت بالمقلاية بترجع تنعمل برزيت نسلع عم نحكي بساعتين وقت لانه بتطير الاتوم مزبوط نرجع منسقع ومنقطع هلا مبارف شو اللي بعد لازم نحكي عنه قبل ما نبلش هون أنا جايب هوني فاخد لامب هلا الكاتس بيشبهوا بعضهم بس مش بكتير قطة هلا رح نرجع نبرم على الصورة كلها ونشفرج كل قطة على شو المستعمل هيدا الفاخد كمان برجع بقول اكتر ما ترح بيطعب بالعجل او بالخروف او بيشتغل كعضلات كرميل هيك سوبر قاسي هيدا كمان بدوا ينطبخ سلو كوكينغ ببريزيت بالطنجرة خلينا نشوف هوني هوني في عنا البريست اللي هو البريسكت كمان هدا بنتحن هيتلا نفصل لنا هننا تشاكب تنتحن نكب تنتحن هوني كل شي بنتحن عم نحكي هلا ما راح نفوت بالسعر بس عم نحكي لو بريس اوكي كل شي بينشوها سعره اغلى عنا هون الموزة وهون الموزة دايما الموزة كمان نلقط على كتير عاسية لانه بتكون عم تشتغل كل الوقت عنا هون الفلانك اللي هي بقلولة طويلة اوكي هيدا كمان بتنتحن هوني عنا سورلون سورلون هي الفوفيلة اللي بتجي اعلى من الفيلة بتنشوها بس كمان مش بتطراوة الفيلة اوكي خلينا نشوف الفيلة هلا دايما هيدا اللي بدي قولوا عن الفيلة هلا نحنا متل ما كنت عبقول انه جمعة الجي راح نبلش نشتغل باللحمة لانه هلا كل العالم عم بيسوموا نحنا عم نعطيهم فكرة مظبوط لالعيد هلا راح نشوف الفيلة كيف تتنظف راح نشوف الفيلة ما فينا نخدها كلها نشتريها نشوية بدنا نخدها نفصلها ننظفها ناخد البارت التحتينية والبارت الفوئينية نستعملها لغير استعمال اوكي بدنا ننظف الفيلة هلا بدك تعلمنا كيف هلا تنظيفها هي من القطعة الكتير هاية تتنظف مانا صعبة يعني فينا نجيبها على البيت لانه هلأ صار فيه فاكيوم بسوق نشتريها خالصة نشتريها خالصة نشتريها خالصة نجيبها هيك ساعتها أحسن نكون نعرف حالنا شو عم نعمل هو الهدف من هيدا الحلقة انه نروح للحام نعرف شو بدنا نقله نعرف نقله بدنا هذه القطعة من هيدا المطرح وبالأساس نحنا نكون عارفين لشو بدنا نستعملها صح حسنا نحن هون نبغط البارت مثل ما بقولوله الراس او اللزقة بتكون ملزقة فيها اللزقة هاية هيدا هاية اذا تلاحظ الفيلة زيرو كورسانت فات هولي اللعب تشوفين منننشي هلا هولي بينشيل وهيك وحتى لو ما شلناهن هول بيدوب وبشاوي هلأ رح نوصل لهى هالفيلة هيدا في عنا بعد هالقشرة هاية مانى فات هيدا هايزا اذا ما شلناها ما بتدوب أبدا فهذه أساسية أنه تنشيل شلناها هيدا الفات اللي عم نشوفه هون ما ضروري أبدا ندق فيه هون بعد فيه شقفة صغيرة نسكن هلأ رح ناخد هاي نحطها مع هاي ورح ناخد هاي نقص قصها نحطها صار عنا فلي جاهزة فينا نفتحها عملناها كذا مرة هاي هذه الحلقة كانت كثير كبان نقلية شوي مزبوط هلأ هلأ رح نشوف زمان نفتحها صار عنا جاهزة فينا نعملها روتيلة حالة فينا ناخدها نقصها ميديون شوية يعني هاي إذا بدك الكوردو فيلي اللي هي قطرة قطعة بالعجلة اللي شفنات عنا هاي القطرة القطعة وعنا هون هون عنا طعم مختلفة بالطعمين هون عنديك فات بقلبه 20% 15% هون زيرو فات صح هلأ قصت زوق واحد شو بحب بالنسبة لي أنا بحب هون كل شيء له وقته مزموط يعني هاي هلأ رح نفرجي كمان الفات قدي هون كثير هايكي هيدا كثير طيب بدت تسيم الأكل هلأ نحنا عم نشوفه فات هيك هلأ فينا ناخد تن 5% 15% نحطه مع هاي القطعة نطحنها نعملها خصوصا إذا عم نعمل حشوة ورق عنب باللحمة كوسة باللحمة مش مضرورة أساسي يكون فيها فات وبتنكها أكيد هون نسبة الفات نحنا ما نقرر قديش بدنا نحط هلأ أوقات كمان في ناس بحطوا فات طبع اللامب يكونوا عا بدخلوا ما بدون يعملوا كباب أو كفتة بقر بس ما بدك تكون كلها فيها طعمة غنة عم بحطوا 10% بس من الفات طبع الغنة فات طبع الغنة صح وفي ناس بفكروا أن الحمين بحطوا فات لأنه بيوزا أتقل وعرفت أنه هلأ نتبه كمان معا مش عم ننتقد بس أوقات بعله نسبة الفات وفات كمان لحطى فاينانشل ويز يعني كمان هي ماليزم أوقت تخطى لها شهر 20% يعني معا نكون عم ناخد دهن لأنه هيك ساعتها بسنة شوية بتضوب ما بضللنا اللحمة ما بضللنا اللحمة لكي هاي دي هاي مثلا أنا في ناس بس يقشروها بيأخدو مع شوية لحمة حتى بيطحنوها كلها وبيشتولوها هون أنا أخدتها إذا أريدك مية بالمية فات هون فينا نحطها مع هاي القطعة مطحنة شوية أكيد يعني عم ناخد 10% على هاي هون كمان هلا راح مش هنكفيها كلها بس أنا بدي قصة بطريقة بدي فرج قلبها كيف بيتلع الريب أوكي شفتي هاي 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 ما فينا نشيله وما لازم نشيله هاي دا زيح الفات اللي هو 10% لها 50% بدي يدوب هون نحنا هلا راح ننظفها يسرى هاي كالا صح أوكي وهون بمنسبة الر餐 البرانية كمان نحنا نترك الفات اللي جوه بكنا نتركه بالنسبة لراسته قطعة كاملة هذا令تقشر bikini ما ضبط. بينقشر لأن هذا منه فات ما يدوب. بينقشر كما عشرنا الفيلة. تتربط. كمان ها هذا القطعة. ها نعمل صغير ماهي. ها هذا القطعة اللي هي فخض. بس هون عم نحكي فخض ها ها فينا كمان نعمل لها. هون يلطحن. هون شوية اللي هي الرام. ها نحكي هون شوية. بس ما فينا نستعملها بطريقة الشوية الفيلة اللي عن نتطلع قاسية. يجب أن نضع أبيكاتا، نعملها ستريبس و نعملها بقلب ستيون فإذا كنت نرى هذا أكثر، أين يكون القطع؟ لا أعرف، إذا كنت لديك شيء يجب أن نتحدث عنه، لكن في المبدأ، نتحدث عن كل القطع الأساسية يكون الأوقات بالفخد، نستعملهم كل يوم بالفخد، لديك التوب سايد، وجه الفخد، وعندك السيلفر سايد، لكن هؤلاء كلهم بقلب قطع، نتحدث عن القطع الأساسية، هناك قطعة بقلب قطع، يعني هون بالرب، لدينا الشورت رب من تحت، نقصه مع العظم مع اللحم كمان، بنشاوه و بنعمله بكذا طريقة بريزة مثلا، نحكي عن القطع الأساسية، لأن وقتنا دايق، لا نستطيع أن نفوت بالتفصيل، لدينا البراست هنا، فينا نعمله سلو كوكينج، بنعمل هون للكورن بيف، ليش اسمه كورن بيف؟ لأنه بنستعمل كورن بسولت بقلبة، تتقدم بنعمل لكيورينج به، هيده للسولت، وفينا هيدا نطحن وهون نسبة الفات عالية، نحكي بثلاثين بالمئة هون، هذه هي حلقتنا، شكرا جادة على المعلمات الحلوية، صورة بتركليك إياها؟ لا، خدها معك، مشاهدينا أنا بجعب أشوفكم بكرة، ما تنسوا الوسمة، باي باي، موسيقى 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 موسيقى